كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله كل أمركم تمام طمنوني عنكم بالتعليقات حابة أسمع أخباركم وحابة أعرف شو الشغلات اللي عم بتصير معاكم هلأ في حياتكم أهلاً فيكم بالجزء الثاني من السعادة بتعرفوا إنه إحنا بنقدر نحس بالسعادة دائماً حتى لو صار معانا منغصات حتى لو صارت معانا شغلات سلبية كيف؟ أولاً وأهم إشي الرضا والثقة بالله تعالى يكون عندي ثقة تامة إنه أي إشي بيصير معاي طبعاً إحنا بنحكي عن الشغلات الخارجة عن إرادتنا والشغلات السلبية والشغلات السيئة هي بتصير لحكمة وهدف ممكن أعرفه بالوقت الحالي وممكن أعرفه بعدين وممكن ما أعرفه لكن أي إشي سلبي بيصير معانا بيصير معانا ابتلاء بيصير معانا لحتى يختبرنا بيصير معانا لحتى يدرب أنفسنا يدرب شخصيتنا يسقل من شخصيتنا بيصير معانا لحتى يعلمنا شغلة بيصير معانا لحتى يكون هو فاتحة خير إلنا ممكن الشغل الخير اللي احنا منستناها ومنتمناها ما رح تصير غير لو صارت هاي الشغل السيئة او السلبية في الاول احنا ما منعرف او ما منعلم بالغيب لكن اكيد في حكمة في سبب من ورا هاي الشغلات السيئة او السلبية اللي بتصير معانا فلما يكون في عندي ثقة لما يكون في عندي رضا بما قسمه الله لي هون انا بكون عندي سعادة لاني عارفة انه هاد الاشيئ السيئ هاد الاشيئ السلبي هاي المصيبة اللي صارت معاي هي الحكمة من ربنا هاي المصيبة ممكن تكون مصيبة عظيمة مثل الموت ممكن تكون مصيبة صغيرة ممكن تكون شغلة سلبية ممكن يكون بسبب انه خبط كوعي في الباب فتألمت واتضيعت ونرفزت وهذا اشي يا الله حظ سيء نقدر نحس بالسعادة ضمن هاي الشغلات لما يكون في عنا ثقة بالنفس لما يكون في عنا تقدير للذات لما يكون في عنا تقدير للاشياء المنيحة اللي بتصن معانا وتقدير للاشياء السيئة نشعر بالسعادة لما نوصل للسلام الداخلي والرضا بالنفس لما نوصل لانه انا بتقبل اي اشي بصير معاي لما نوصل لانه انا بتقبل وعندي ثقة انه اي اشي بصير معاي وافكر فيه انه هاد الشغلة صارت معاي لتعلمني هاي الشغلة صارت معاي لتوعيني هاي الشغلة صارت معاي لانه هذا الانسان انا ما لازم اكمل معاه هذا الإنسان مثلا أنا لازم أبعد عنه هذا الموقف أو هذا المكان أنا لازم أتركه ليش؟ لأنه فيه ضرر ممكن يجيني من وراء هدول الأشخاص أو من وراء هذا المكان فهاي الشغلة السيئة أو السلبية اللي صارت معاي صارت لحتى تفتح عيوني على هاي الناس أو على هذا المكان فبالتالي يكون في عنا سلام داخلي يكون في عنا تصالح مع الذات مش كل إشي يا الله أنا كل الأشياء السيئة بتصير معاي وشوفوا الناس التانية كيف عم بتعيش نرجع للمقارنة ما نقارن رجاءا ما نقارن ما تطلع على حياة غيرها كل واحد عنده اللي فيه مكفيه كل واحد عايش حياته وكل واحد فيه عنده الشغلات الحلوة اللي بيبينها وفيه عنده الشغلات المخبة اللي هو ما بيبينها ممكن يكون هو إنسان تعيس فإحنا من ناش نكون تعيسين إحنا من نكون سعيدين من نكون راضين الرضا ثم الرضا ثم الرضا الرضا بالشغلات السيئة قبل الشغلات المليحة وين بتبين السعادة الحقيقية وين بيبين الرضا الحقيقي وين بتبين تقدير الذات الحقيقي لما يصير معانا شغلات سيئة لما تصير معانا شغلات تدايقنا لما تصير شغلات تنغص علينا هون بيبين هل إحنا أقوياء ضد هاي الشغلات ولا إحنا ضعفاء النفس ومننجر ورا الشغلات ورا الحزن ورا الكآبة ورا إنه نعيش دور الضحية وهذا الإشي اللي رح نحكي عنه كمان بفيديوهات جاي ما تعيش دور الضحية ما تقول أنا كل إشي صار معاي وتقعد وتندب حظك لا السعادة قرار من جواتك السعادة بتكون بالطريق السعادة بتكون بالعقبات اللي بتصير معك السعادة بتصير وإنت بتمشي لهدفك وإنت بتمشي لتحقيق أحلامك وإنت بتمشي لتحقيق طموحاتك السعادة بتكون في المطبات اللي عم توقع فيها الحفر اللي عم توقع فيها وعم بتقوم منها هون بتكون السعادة السعادة بتكون قرار داخلي مش من الشغلات المحيطة فيها لقوني كل ثلاثة في ومضة إفادة معي أنا أفنان حمادة لا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس لحتى يوصلكم كل فيديو جديد يعطيكم العافية